الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عين أصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رضوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يقدر الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فقذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليهم ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقا أو جاءوكم حقرت قدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن ارتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا وما أن قتل مؤمنا خطأا فتحريض رخبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحريض رخبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبيلهم ميثاقا فدية فدية مسلمة إلى أهله وتحريض رخبة مؤمنة فمن لم يجد فصير شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام مرس مؤمنا تبتغون تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلهم وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله وفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتفاجروا فيها فأولئك مأوهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان لا يستطيعون حيلتا ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا طربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة إن خذتم أن يكتنكم الذين كثروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليهم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أم تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قمأنا أنتم فأقموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في بتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكرم الله عليما حكيما إِنَّا أَعْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِتَحْمَ بِيْنَ الْمَاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اللَّهُ أَكْبُرْ سَمْعَ اللَّهُ مِنْ حَمِدًا اللَّهُ أَكْبُرْ اللَّهُ أَكْبُرْ اللَّهُ أَكْبُرْ اللَّهُ أَكْبُرْ سُبْحَمْ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً وَلَا تُجَادِمْ عَلِ الَّذِينَ يَغْتَالُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَقُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَقُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنتُمْ هَا أُولَهَا إِجَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبَ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبَ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اهْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتراء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت نصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقل ضل ضلادا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيدا مفروضا وله ضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقل خسر خسرا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا برورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله أبطى ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عديما الله أكبر سمع الله من الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم أن تستطيعوا أن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصوا فلا تميلوا كل الميل فتدرها كالمعلقة وإن تصلحوا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق ويغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أليبتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يرذيبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثورد الدنيا فعند الله ثورد الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كون قوامين بالقصف شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غهيا أو فقيرا فالله أولى بينا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا ثم الزابوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبجرون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله أكبر سمع الله بمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ضرر professor رحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهجنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله الضوب عليهم ولا الضالين والذين يتربطون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكون معكم وإن كان للكافرين نصيبهم قالوا ألم نستحوذ عليكم ولي نعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا بسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يطلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آموا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفر من النار ومن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلكوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عديما الله بعذابكم الله بعذاب الله بعذاب الله بعذاب الله بعذاب الله بعذاب اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح لحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالمين رب العالمين قل هو الله أحدا الله الصمد لم يبد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى سرق الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الدنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهرنا وارزقنا تلاوته آرنا أبليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إلهنا ويا إله الأولين والآخرين وأورثنا الجنة مع المحققين ولا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاديت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم لا تهلكنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء ولا بما فعل المبطل رب لغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم المنافقين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الضالين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الفاسقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والدقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل لهم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا للمشاهدة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة